بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 21 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 21 آيار عام 2024 وفي مستهل الجلسة أعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن عميق الأسف وبالغ الأسى للحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجي السيد حسين أمير عبد إلهيان ورفاقهما مؤكداً تضامن العراق حكومةً وشعباً مع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية في هذه الأوقات العصيدة مبتهلاً إلى الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم وعامة الشعب الإيراني الصبر والسلوان كما شهدت الجلسة استعراض نتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام الفين وثلاثة وعشرين وحث السيد رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء على الاهتمام بنتائج التقرير والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته في نتائج التقييم للعام الفين واربعة وعشرين وفي متابعة لمشاريع البنى التحتية وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة واستقطاب الشركات الرصين في التنفيذ والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ وفي إطار أصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة وجه سيادته بإعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغدائية والشركة العامة للأسواق المركزية على أن تقدم النتائج خلال شهر وفيما يتعلق بتقييم كفاءة المديرين العامين ومتابعة الأداء أقر مجلس الوزراء تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وتوزعوا بواقع أربع مدراء عامين في وزارة الموارد المائية وثلاثة في وزارة الزراعة وثلاثة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وثلاثة في هيئة التصنيع الحربي وواحد لكل من وزارتي الكهرباء والصناعة ومؤسسة السجناء السياسيين وديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي مجال العلاقات الخارجية وافق مجلس الوزراء على تقديم وزارة الخارجية من خلال مذكرة رسمية ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق في حال الطلب مستقبلاً على وفق المعاملة بالمثل ويعرض الموضوع على مجلس الوزراء في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًا لقنصليتها وضمن متابعة مجلس الوزراء منهج دعم توطين الصناعة الدوائية وتشجيع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العراق أقر المجلس استثناء مصنع الصح الوطني من أحكام الفقر الأولى من قراره المرقم 23151 المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها وفقًا للتصنيف المذكور في المادة آنفًا ولمتابعة مشاريع الطاقة مع الشركات الأجنبية وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 2435 لسنة 2024 المتضمنة إمهال المقاول شركة بوسكاس الهولندية مدة شهر عمل لتوقيع العقد بدءًا من تأريخ إصدار قرار مجلس الوزراء وخلاف ذلك ستتخذ الإجراءات الملائمة وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 2445 لسنة 2023 بشأن تولي وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دائرتين الكتاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية بما يضمن طباعة احتياجات دائرتين التسجيل العقاري والكتاب العدول في وزارة العدل كافة وليس الوكالات والسند العقاري رقم 25 فقط وكذلك تولي الشركة العامة للمنتوجات الغدائية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن تعديل بيانها التأسيسي بما ينسجم مع النشاط المذكور على وفق القانون وضمن التعاون في المجال العدلي والقانوني مع الدول الصديقة وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بنغلادش في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية استنادا إلى أحكام الدستور واعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء وضمن متابعة إسهام العراق في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية أقر مجلس الوزراء الإبقاء على أعضاء الوفد التفاوض الدائم للتغيرات المناخية وعدم جواز استبدالهم إلا بما نص عليه الأمر الديواني 24.1115 لسنة 2024 وتأمين تخصيصات مالية لمشاركة أعضاء الوفد التفاوض الدائم للتغيرات المناخية في الاجتماعات المختلفة للمناخ وكذلك مؤتمر المناخ السنوي وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتتولى وزارة المالية تمويل المبلغ المثبت من قبل وزارة البيئة وفي مجال الإصلاح المالي والإداري أقر مجلس الوزراء اعتماد المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق التي أعدتها لجنة الأمر الديواني 84 لسنة 2021 استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ متبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الحياكل الإدارية ويتولى فريق مختص من وزارة التخطيط وحيئة المستشارين ولجنة متابعة البرنامج الحكومي رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيه وعلى صعيد متابعة المشاريع الخدمية واستكمال المشاريع المتلكئة ووضع معالجات لها أقر مجلس الوزراء ما يأتيه واحد زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية محافظة ذيقار وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية اثنياً زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس الحمزة 62 كيلومتر ثلاثة زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء جسر حديثة ومقترباته اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24 1939 لسنة 2024 بشأن توريد الغاز من شركة نفط الهلال المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من شركة نفط الهلال إلى محطة كحرباء كركوك الغازية بحسب التفاصيل المثبته من قبل الوزارة ومضيها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفاً مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات أقر مجلس الوزراء استثناء شركة جي كي أزدي الإيطالية القابضة من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية رقم ثنياً لسنة 2017 المعدل والموافقة على تمويل عقد التجهيز والإدارة لمستشفى قوى الأمن الداخلي من موازنة مديرية شؤون الرعاية لحقوق الأمن الداخلي مع ضمان تنفيذ تقييد جميع الإيرادات التي ستحصل عليها المستشفى من تشغيلها إيراداً نهائياً لصالح موازنة المديرية المذكورة آنفاً وضمن متابعة تنفيذ واستكمال مشاريع تخفيف الإختناقات المرورية وافق مجلس الوزرائي على ما مثبت في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بشأن مشروع تطوير فلكة الجبهة على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد ويتضمن المشروع توسعة الطريق من فلكة الجبهة باتجاه جست رديالة لتحسين حركة المرور وضمان تحقيق الإنسيابية بالتكامل مع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية إضافة إلى توسعة الشوارع المحادية ضمن المسار وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة شكرا جزيلا